افتتح السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء مساء أمس المعرض الفني الذي نظمته مدرسة بيان البحرين النموذجية تحت رعايته والذي تضمن مجموعة الأعمال الفنية التي قدمها طلبة البكالوريا الدولية بالمدرسة وقد أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء بالمستوى الفني الذي تميزت به إبداعات الطلبة والتي تعكس ما لديهم من ذوق فني رفيع رغم حداثة تجربتهم معربا عن تمنياته لهم باستمرار النجاح والتوفيق في المرحلة القادمة ودعا المطوع الطلاب إلى الاستمرار في تطوير خبراتهم والارتقاء بتجرباتهم الفنية وسقل مواهبهم بالعلم الحديث بما يجعلهم قادرين على المشاركة في رفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل ونوها بالدور الذي تقوم به مدرسة بيان البحرين النموذجية في ظل ما تحظى به من كوادر تعليمية وإدارية متميزة في دعم العملية التعليمية في مملكة البحرين وتطويرها لتكون أكثر إسهاما في تخريج أجيال قادرة على المشاركة بإيجابية في مسيرة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات